ورجعنا لكم مرة تانية جات لنا استغاسة على صفحة البرنامج احنا طول عمرنا بنسمع ان الراجل الجدع الشه ده المفروض الناس تعاملوا كويس يعني تعاملوا باحترام يعني زي شهيد الشهامة وضحية الجدعانة والكلام ده كله احنا عندنا في مصر ما شاء الله مشين بالمبدأ ده عكس اللي بيعمل خير لازم بيتأذي اللي بيقف مع حد لازم بيحصل له مشكلة معانا دلوقت ضفنا الاستاذ السيد اسم زيكي استاذ السيد اهلا مرحبا بحضرتك هيحكي كده حكاية هي غريبة شوية يعني المفروض ان الواحد عشان وقف مع الحق ضد الباطل المفروض ان الشخص ده يتعامل معاملة تانية لكن الغريبة ان الراجل ده وقف مع الحق اتقلبت حياته 180 درجة رأسا على عقب المشكلة في مين؟ فيه عشان هو كان كويس؟ ولا في الناس؟ السيد سيد عايزة حضرتك مساء الخير عايزة حضرتك تقول لي بقى اللي حصل مع حضرتك طيب هتسمعلي بس في بداية اللقاء مع حضرتك اتفضل انا بتشرف بحضرتك ربنا يخليك السيد انا بشكر دايما معالي المستشار مصطفى التنطوي ده المحامي بتاعي المحامي اللي تبنى مشكلتي دون اي مقابل واحنا بنضم صوت مصوت حضرتك شريف جدا فمازلته وازل اشكر هذا الرجل اتفضل يا فندا هبدأ مع حضرتك الموضوع ان المشكلة كلها كانت شهادة حق زي ما حضرتك قلت كده احد البلطاجية انتحل يعني صفات مش صفاته اولا انا هنتكلم عن مصطفى براهيم مصطفى هندي بلاش اسماء انا يعني ياريت حضرتك تسمحي لا تكلم وانا مسؤول عن لا معلش بلاش اسماء عشان بس المشاكل تمام بعد ايذنك المواطن ده استحوز على قطعة ارض من جرانه بالبلطاجة وحط على بوابة حديدية كلام ده انا اتكلمت في كتير وتم تحرير المحضر رقم 16108 تمام تمام والمحضر رقم 15977 لسنة 2018 جنح اسم اول المنصور وانا شهادت في المحضر دي يعني انت كل اللي عملت في حياتك ان انت شهادت بالحق كل اللي عملته هي شهادة حق بس في الوقاعة اللي انا شفتها ضرب سيدات وتكسير وتخريب بيت وتعدى على حريم والكلام ده كله شفت الوقاعة شهادت تمام هتكلم مع حضرتك عن وقاعة مهمة جدا في وقاعة كتير طبعا بس نظرة انا من الوقاعة اللي مع حضرتك انت الوقت دي شهدت بالحق تمام احنا بعد ما شهدت بالحق حصل لك انت ايه في وقاعة كتير هتكلم مع حضرتك عن بعض الوقاعة اول وقاعة وهي احد الاطباء انتحل شخصية امين شرطة مكلمني على اساس ان هو امين شرطة من مكتب رئيس المباحث تمام وتم خطفه واحتجازه لما انزلت اكلم رئيس المباحث وتم تحرير المحضر رقم 18362 تمام تمام وقاعة تانية مهمة وهي وقاعة حريق محلي تمام حضرتك فيديوهات للحاجات دي؟ معايا وفي حضرتك الفيديوهات الفيديوهات معهم برا؟ وياريت الاعداد يعرضها لنا يا احمد يا بلال طي اكمل حضرتك تمام حضرتك تم تحرير المحضر رقم 867 لسنة 2019 تمام تمام حضرتك فجئت في هذا المحضر انا تعرفت عن نيابة خده اقوالي فجئت في هذا المحضر بفلاشة راحت للسيد وكيل النيابة اللي مقدمها السيد رئيس المباحث تمام تمام قدمها رئيس المباحث وقالوا ان الفلاشة دي اتفاق وقعت الحريق والكلام ده تمام فحضرتك في كارسة هنا حضرتك الفلاشة دي راحت منين يعني اصلا الناس اللي ولعوا في المحل اللي انا اتهمتهم احنا معنا اول فيديو لحضرتك اللي اعتداء عليك وانت لابس اللبس الميري اه تمام اعرضوا كده يا ولاد هنكمل لحضرتك الموضوع اللي اتعدى عليها بالزين ميري بعد موضوع الحريق حضرتك لقيت فلاشة في النيابة راحة في المحضر استيد رئيس المباحث اللي موديه طب حضرتك الناس اللي انا اتهمتهم ما حضروهش ولا جوم الاسم ولا جوم النيابة طب استيد رئيس المباحث جاب الفلاشة دي من ايه او قدمها بناء على ايه يعني حضرتك المفروض من الواقع ان المتام هو اللي يطلع يدفع عن نفسه تمام طب حضرتك انا مش عارف دلوقتي ايه فلاشة ايه برضا ده مش معرفة فلاشة على مقطع فيديو وقالوا لوني دي يطلعها علاقة بالحريق وان انا بالتهمون انا شخصان اللي ولعت في المحل طب حضرتك طب انت في الوقت ده اصلا كنت موجود فيه انا كنت موجود في كفاترية جالي واحد من الجران ده لقل محلك بيولع روحت بالفعل لقيت المحل بيولع والمطاف بالطفل تمام طلعت عام المحضر وتاني يوم روحت النيابة الوحدي مفيش حد من المتام من حضر طب يا ريت تعرضوه بعد اذنكو فحضرتك انا بسأل السيد مدير الامن والسيد رئيس المباحث وجاب الفلاشة دي من ايه يعني ده كان انهي فيديو لحضرتك عنه ده كان حريق المحل ده اثناء ما كانت ده فيديو حريق المحل اه ده اثناء ما كانت المطاف بالطف والناس كلها شاهدة وشايفة يعني هم حرأولك المحل تمام الوقع هنا كمان ان انا بسأل حضرتك السيد رئيس المباحث جاب الفلاشة دي من ايه تمام يعني هو ما قبطش على المتهمين وما تعرضوش عن النيابة مين اللي ادالوا الفلاشة او مين اللي عملها دي حاجة انا مش عارف تمام وقع تانية وهي وقع مهمة جدا وهي تزوير اصال امانة باسمه احد السادة المحاميين استخدم توكيل موكلة عنده بدون علمة وحرر للمحضر رقم 22944 لسنة 2018 اصال امانة المحكمة حكمت عليها بسنة سجن غيابي تمام لا انت حضرتك قلتلي فيه احداث لما حصلت انت حضرتك كنت بتأدي الخدمة العسكرية تمام حضرتك وقت يعني هتدني هتكلم عن اصال الامانة وهتكلم مع حضرتك عن تأدي الخدمة العسكرية المحضر رقم 22944 تم تحريره وحضرتك هنا يعني ياريتك كميرا نجيب ده ده اعتراف من السيدة ان انا ما وكلتش المحامي وانه استخدم التوكيل بدون علمة تمام هروح مع حضرتك لواقعة التعدى عليها وانا بالزي الميري انا بسألهم الفيديو معاكم يا شباب تم التعدى عليها وانا نزل اجازم الجيش بالزي الميري تم تحرير المحضر رقم المحضر رقم هنا هوت 4161 بوجوده الشرطة العسكرية وللأسف رغم وجوده الفيديو المعروض وكده تطلع تحريات المباحث لم نتوصل للحقيقة فانا بناشد السيد مدير الامن يعني ناخد حقنا ازاي يعني اوصل لحق ازاي لما المباحث في فيديوهات وفي حاجات وتطلع لم نتوصل للحقيقة لا ما انا برضو عايز اقولك على حاجة هو يعني الشرطة بتعمل برضو اللي عليها هي الشرطة هي هقولك ايه يعني واحد جاي بيقول ان فلان ده غلطان فاكيد بيوقفوا مع الشخص ده لحد ما يثبت العكس يعني هم برضو انا مش برمي العب على الشرطة لان هم برضو تعبنين بيبزلوا مجبوط ما علينا من موضوع المباحث والتحريات والكلام ده انا قدمت لما معرفت شخوة حق من اسم اول المنصورة قدمت شكوة في الوزارة انا عايزك توجه استغاثة في عجالة كده كاميرا ما حضرتك ايه انا بوجه استغاثة لمعالي السيد وزر الداخلية والسيد مدير الامن ان حضرتك انا معرفت شخوة حق في اسم اول المنصورة قدمت شكوة للوزارة وللأسف المباحث ردت عليها وده رد الوزارة بارقام اضايا ان انا مسجل خطر شائي وان انا عليها تنفيذ احكام طب حضرتك ارقام الاضايا ديات منها قضية الاصالة من المزور اللي انا خدت فيها براءة قضية من الاضايا اللي خلصت في 2017 برضو وكانت مشكلة عقلية والاضايا خلصانة في 2017 فانا مش عارف يعني المباحث بترد الردود ده ازاي فانا بوجه استغاثتي لمعالي وزر الداخلية وللسيد مدير الامن انا مش عايز اللي حق فياريت يتم تحقيق في الموضوع ده تمام انا يعني بضم صوت لصوتك وبناشد ان يعني معلش بصوله بعين الرقفة شوية وده واحد ما عملش اي حاجة طبعا حضرتك فيه دي شكاو يعني في شكاوة اللي غرافات وفاكسات كتير بعدتها بس ما فيش وقت ان احنا نعرض وفرق الاعداد هيتوصل مع حضرتك لو فيه اي جديد احنا برضو هنبقى مع حضرتك وهتظهر تاني معانا وتقدم اي مستندات جديد بالإذن الله شرف ليه استاذة في حضرتك موضوع مهم بقى جدا عايز اتكلم عنه وهو تلفيق قضايا من حي غرب المنصورة حي غرب المنصورة عمل للقضايا دهتونا موجود في الجيش اتعمل لقضايا بناء مخالف ارقامها 168 جدا جدا هو الوقت خلص فانا هيكون فيه توصل مع حضرتك وهيكون فيه ان شاء الله لقاء تاني ان انت هتتكلم باستفادة اكتر وتقعد تحكي موضوعك معلش انا بعتذلك جدا 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 احنا في نهاية الحلقة هنشكر استاذ السيد قاسم وضفتنا الاستاذة فاطمة اللي كانت شرفاني في الفقرة الاولانية وبتمنى يعني اللي ليه حق ياخده زي استاذ السيد قاسم وبالنسبة للاطباء واعتقدش ان انا محتاجة ان انا اقول حاجة تانية غير ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم وحسب يا الله ونعم الوكيل في كل حد ما عندهوش ضمير ولا عنده احساس بالمسؤولية اشوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم